السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة عني شرح الوحدة السامنة ترتيب العمليات من منهج الرياضيات الجديد للصف الرابع الابتدائي لفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد الدرس الأول استراتيجيات حل المسائل هنا يقول لك تعلم جمع وطرح الأعداد هنا العلاقة بين جمع وطرح الأعداد الجمع والطرح عمليتان عكسيتان إبه جمع والطرح عمليتان عكسيتان يعني عكس بعض هنا يقول لك لاحظ جمع 1725 زائد 5643 فعن نجمع مع بعض نقول 538 246 713 3 ومعنا الواحد واحد واحد اثنين اثنين وخمسة سبعة يبقى الناتج هنا سبعة تلاف تلتمية تمانية وستين نطرح بعد كده سبعة تلاف تلتمية تمانية وستين نطرح منها خمس تلاف ستمية تلاتة واربعين فعنقوله تمانية ناقص تلاتة خمسة ستة ناقص أربعة تنين تلاتة ناقص ستة ماينفعش فناخدوا واحد من الرقم اللي جنبها الخانة اللي جنبها فيبقى هنا الواحد داب عشرة يبقى تلاتاشر ناقص ستة سبعة وبعد كده هنا اخدنا من واحد بيقيت ستة ستة ناقص خمسة واحد يبقى هنا الناتج يطرح 1725 يبقى هنا عندنا لما جمعنا 1725 زائد خمس تلاف ستمية تلاتة واربعين إدانا قام سبعة تلاف تلتمية تمانية وستين لما نطرح سبعة تلاف تلتمية تمانية وستين نطرح منيها خمس تلاف سبعمية تلاتة واربعين عاديدنا الرقم التالت اللي هو ألف سبعمية خمسة وعشرين ولو طرحنا منه ألف سبعمية خمسة وعشرين يدينا الرقم ده اللي هو 5643 يبقى هنا عيوك يلاحظ العلاقة بين الأرقام 1725 و 15643 و 7378 يبقى العلاقة بينه اللي هو الرقم الكبير ده اللي حاصل جمع الرقم ده والرقم ده يدينا الرقم الكبير نعود إضافة الرقم الى ثبت where the number of both of you can answer that, then move it for an additional indicator. هذه العلاقة بين الثلاثة أرقام. نأتي بعد نقول لك ضرب و قسمة الأعداد. العلاقة بين ضرب و قسمة الأعداد. هنا ضرب و قسمة أيضا عمليتان عكسية. يريد ضرب عكس القسمة. فهم هنا هنا في مسألة ضرب يقول لك 5 فى 125. فنقوله 5 في 5 25 5 معنا اللي 2 5 في 2 بقى 10 و 2 و 12 نكتب اللي 2 و نعد تسمية الواحد و نعد تسمية الواحد فنقوله 5 في 1 ب 5 و 1 6 بقى 625 يبقى هنا 5 في 125 ب 625 طبعا نيجي نكسم 625 على الخمسة عايديننا 125 فنقوله 6 على 5 في الواحد 1 في 5 في 5 6 نقص 5 1 النزل اللي 2 عليها الدور بقى 12 12 على الخمسة فيها اللي 2 2 في 5 في 10 عايد بقى هنا 2 عن نزل اللي 5 عليها الدور بقى 25 25 على الخمسة فيها الخمسة 5 في 5 في 25 و بقى أصفار يبقى هنا عندك العلاقة بين 125 و 5 و 625 لما يجي نضرب 5 في 5 في 125 الناتج 625 طبعا نكسم 625 على الخمسة عايديني ايه 125 الدرسان 2 و 3 اي العمليات تأتي اولا لو ايه ترتيب العمليات هنا هنشوفه اولويات ترتيب العمليات الحسابية اولويات ترتيب العمليات الحسابية هنا مدينا مساج ولك سأل خالص صديقيه عن ناتج 6 زائد 3 في 8 على 2 فكانت اجابتهما كالآتي واحد منهم قال لك 6 زائد 3 فيه وحط الـ 8 على الـ 2 بين قصين واجرع القسمة اولا فقال لك 6 زائد 3 فيه هنا لبين الاقواص قام 8 على 2 8 على 2 فالـ 4 وبعد كده اجرع عمليات الضرب قال لك 6 زائد قال لك 3 في 4 بـ 12 وجمع بعد كده 6 زائد 12 فقال لك الناتج 18 صديقه الثاني قال لك 6 زائد فيه 8 على 2 اول حاج هنا عمل ايه هو جمع قال لك 6 زائد 3 9 وقال لك بعد كده اضرب فيه 8 على 2 ضرب برضو بعد ما جمع ضرب ضرب قام 9 في 8 9 في 8 بـ 72 وبعد كده اجرع من الـ 72 على الـ 2 بيجي 36 للناتج فهنا يقول لك فعاد خالد الى معلمه ليسأله اي الاجابتين صحيحة هنا المعلم قال ليه قال لك عنده اجراء اكتر من عملية حسابية يجيب اتباع الآت يبقى اول حاجة نعملها اجراء العمليات داخل الاقواص يبقى انت عندك اكتر من عملية حسابية اول حاجة تعملها تجري العملية لداخل الاقواص يبقى اجراء العمليات لداخل الاقواص زي ما عمل صديقنا في المثال اول حاجة هنا عملية اجراء العملية بين الاقواص اللي هي ايه القسمة بعد كده ضرب وقسمة بعد كده الضرب والقسمة يبقى الخطوة التانية او العملية التانية اللي نعملها اللي هي الضرب والقسمة يبقى هنا في البعد ما هنا قسط اجراء العملية بين الاقواص في هنا مسألة الضرب اجراء عمليات الضرب في الاول ضرب ثلاثة في خارج القسمة بين القوسين. اخر عملية نجريها هي الجمع والطرح. نجري الجمع والطرح اخر حاجة. بالترتيب نجمع بعد كده لو كان في بعد جمع لو في طرح نطرح. بالترتيب من يمين ايه اليسار. يبقى ترتيب العمليات الحسابية كالاتي. اول حاجة لو في عملية بين اقواس نجريها الاول. يبقى اجراء العمليات داخل الاقواس. بعد كده في ضرب وقسمة نجري الضرب الأول وبعدها نكسم يبقى لو المسألة فيها ضرب وقسمة نضرب الأول وبعدها نكسم بعد الضرب والقسمة الجامع والطرح يبقى برضه نجري عملية الجامع الأول وبعدها نجري وبعدها نجري عملية الطرح بالترتيب من يمين اليسار لذلك قال خالد إن أجابت السؤال الصحيحة هي 18 الدرس الرابع ترتيب العمليات والمسائل الكلامية هنا مثال يقول لك حل المسائل الكلامية على الترتيب العمليات الحسابية أول حاجة هنا اشترى عادل 25 قطعة حلوة يبقى هنا اشترى كام 25 قطعة حلوة أكل منها أربع قطع بعد ما أكل منها أربع قطع يريد توزيع الباق بالتساوى على سبعة من أصدقائه السؤال هنا يقول لك فما عدد الحلوة التي يحصل عليها كل صديق ولمعرفة عدد القطعة مع كل صديق نتابع الآن يبقى أول خطوة نعملها نحسب عدد قطع الحلوة المتبقية ما عادل عن طريق الطرح يبقى أول خطوة هنا بنجري عملية الطرح ليه؟ لنحسب عدد قطع الحلوة المتبقية ما عادك هنا عدد قطع المتبقية نقول لك 25 ناقص 4 الناتج هنا 21 قطعة ال 21 دي نقسمها على السبعة نحسب عدد قطع الحلوة التي يحصل عليها كل صديق عن طريق القسمة فنقول لك عدد قطع الحلوة مع كل صديق 21 على السبعة يديك 3 قطع حلوة فيه حل آخر كنت تتعبير على الموقف بالمسألة التالية ايه المسألة دي؟ أول حاجة بنقصين عملية الطرح نقول لك 5 ناقص 4 على 7 نحن نقوم لك نجري الأعمليات بين الأقواص في الأول فنقول لك 25 ناقص 4 21 بعد كده ال 21 دي نقسمها على السبعة الناتج 3 وبكده كنت وصلنا معاكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته